أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قرارا بمنح مهلة لمخالفين نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم ابتداء من الأول من سبتمبر المقبل ولمدة شهرين مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقا لنصوص القانون الاتحادي بشان دخول وإقامة الأجانب وتهدف مبادرة الهيئة إلى منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاة لظروفهم وستباشر الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المبادرة من خلال إعفاء المخالفين من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر